ترجمة نانسي قنقر ولا سؤالهم لأن هذا يفسد العقيدة ويدخل في الشرك والعياذ الدعون علم الغيب ومن ادى علم الغيب فقد كفر وهذا يصدقهم ويشاركهم قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أهل السنن وقال صلى الله عليه وسلم أمن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم فيجب الابتعاد عن الكهان والمشعوذين والمنجمين والمحافظة على العقيدة الصحيحة والاعتماد على الله جل وعلا فيما يريد وفيما يرغب وفيما يرهب توكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى أنا